اشتركوا في القناة تحتفل مملكة البحرين في الرابع عشر من فبراير بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني والذي يعد وثيقة متكاملة للإصلاح والتحديث في كافة المجالات وبلورة للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي تعهد جلالته بتنفيذه منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد ويعرف ميثاق العمل الوطني بأنه وثيقة سياسية صدرت في ديسمبر من عام 2000 تضمنت مبادئ عامة وأفكار أساسية بهدف تحديد مسارات العمل الوطني حاضرا ومستقبلا وقد أجري استفتاء شعبي في الرابع عشر من فبراير من عام 2001 أظهر موافقة البحرينيين عليه بنسبة 98.4% حيث أن الميثاق الوطني يعتبر بمثابة ذروة التطور الديمقراطي في البحرين وقد وصفه جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه بأنه كان فتحا جديدا في تاريخ البحرين إذ تضمن الكثير من المبادئ السياسية والاقتصادية التي تؤكل النهج الديمقراطي الانفتاحي لمملكة البحرين وقد حدد ميثاق العمل الوطني الأسس والمقومات الحضارية لمملكة البحرين الدستورية المدنية المتقدمة وهوية البحرين الحضارية التاريخية العربية الإسلامية والمقومات الأساسية للمجتمع والدولة وعلاقات البحرين الخليجية والعربية والدولية كما تكمن أهمية هذه المناسبة التاريخية باعتبار أن الميثاق مهد الطريق لبدء المسيرة الديمقراطية الحديثة لمملكة البحرين وتشيد صرح دولة القانون والمؤسسات من خلال تفعيل الدستور ترجمة نانسي قنقر